حياكم الله مشاهدين الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسم أنا كرار حباب فاصل قصير وفقرة فيس تو فيس خليكم ويانا وترحون بعيد حياكم الله مشاهدين الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسم وفقرة فيس تو فيس حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم حدث اليوم هو المصيبة التي تتكرر على العراقيين كل يوم دائماً ما العراقيين تحصد أرواحهم بطرق عديدة طرق أصبحت نشاهدها في الواقع غير الأفلام السينمائية وغير المسلسلات التي تطلع يوم انهيار بناية بالكرادة يوم صهريج ينفجر ويحصد أرواح مجموعة من الشباب حادثة البنوق أو منطقة الشعب هاي الحادثة اللي حثت يوم أمس في منطقة البنوق على سريع قناة الجيش صهريج من أعرف شنو محتوى انفجر وحصد أرواح ناس وأبرياء كل ذنبهم أنهم جاي يمارسون هوايتهم بلعب كرة القدم بل حتى عائلة في منزلهم دخل عليهم الصهريج من شدة الانفجار وحصد أيضا أرواح من هذا المنزل الكثير من الحالات من حالات الجرحة الكثير من الوفيات أو الاستشهاد بعد ما لحد الآن ما نعرفه هل هو حادث عرضي فني أم هو حادث إرهابي لكن هذا الموضوع دائما ما يتكرر يومية لازم نشوف ناس تروح أبرياء ما لها أي ذنب لكن اليوم بسبب البنائة وشددنا أنه يابه لازم تكون أكو رقابة على البنايات لازم تكون أكو رقابة على الهندسة اللي جاي يبنون بيها اليوم على الصهريج أنا اللي يعرف الصهريج ما يدخل بالمناطق في أوقات الناس تكون موجودة بيها وتمشي وتروح وتطلع زين بينما هو أصلا قراج مقابيل المنازل وبين نص المنطقة هذا الصهريج انفجار وهو محمل مدرباء ما عرف شنو اللي محمله هذا الصهريج وانفجار يوميا العراقيين يموتون يوميا نشوف حالات جديدة لاكو رقابة لاكو ناس تدقق لاكو جهات رقابية تسأل يابه تحققوا هاي الحوادث ميصر تتكرر احنا تعبنا من الحوادث الارهابية اللي رجعت العراق إلى الوراء كثيرا بسبب التدمير اللي صار بالبنى التحتية حصد أرواح الناس الشباب الكبار بالعمر الأطفال ولكن كل يوم تتكرر الحوادث خلي نشوف بعض الصور من الحوادث اللي صار في منطقة البنوق اللي تصير على جهة قناة الجيش قرب منطقة الشعب طبعا هذا مدري الصهريج اللي انفجر مدري واحد من الصهريج اللي اجع عليه العصف ما لانفجار الصورة ضبابية ان شاء الله بعد قليل راح نوضح لكم أكتر من خلال مداخلة هاتفية هذا طبعا هنا نشوف هذا الصهريج هنا وهذا أيضا صهريج أو شاحنة كبيرة يعني عدد كبير ما نعرف من هو المتسبب بالتحديد احنا بس شفنا الصهريج نفسه داخل على بيت عالم ورأس الشاحنة داخل على الساحة وحاصد الأرواح صور أيضا هذه صور من موقع الحادث ما نعلم لحد الآن هذا الصهريج هاي الخزان ما للصهريج داخل في منزل أحد العوائل عابره من الجهة الثانية ما عرف شلون وداخل في هذا الجانب أيضا هاي صورة الساحة اللي كانوا الشباب يلعبون كرة القدم بيها وتوفوا سبب هذا الحادث أيضا صور من موقع الحادث هذا أيضا صهريج من الصهريج اللي ما عرف شلون صار وشلون صار الانفجار طبعا احنا رح يكونوا يانا المتحدث باسم مزارة الداخلية اللواء خالد المحنة رح يوضح لنا عن الأسباب ما عرف إذا الاتصال جاهز أو نكمل فمثل ما تشوفون إن شاء الله بينما يجهز الاتصال نوضح لكم أكثر وأكثر عن أسباب وملابسات الانفجار تعليقات الناس كانت أبو علاء يقول ليس انفجار حادث سير صهريج انقطع الرأس عن العربة وفقد السائق السيطرة عليه وعبر من سايد إلى سايد طبعا الاتصال جاهز ويانا المتحدث باسم مزارة الداخلية اللواء خالد المحنة حياك الله سيادة اللواء ضيف عزيز على برنامج الوسم وقناة الأيام الفضائية معرف إذا تسمعني سيادة اللواء صوت ما أعتقد سيادة اللواء حياك الله ضيف عزيز في قناة الأيام الفضائية ذات تسمعني هذا وسهلا تحياتي لحضرتك وإلى جمهورنا الكريم طبعا سيادة اللواء قبل كل شيء لازم أعرف من خلالك هل هو الحادث إرهابي أم حادث فني عرضي حدث في منطقة البنوك؟ نعم هو الحقيقة الحادث للأسف المؤسف اللي حصل اليوم أمس واللي على أثره قرر السيد رئيس الوزراء تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة تفاصيل وملابسات الحادث على الفور السيد وزير الداخلية شكل اللجنة مباشرة تحقيق التحقيق أخذ طابعين طابع علمي وطابع تحقيقي تقليدي الطابع العلمي هو أرسلت العينات إلى المعامل الجنائية في مديرية الأدلة الجنائية وفي المختبر ظهرت النتيجة أن الحادث غير جنائي أي لم يحصل نتيجة التفجير أو أي نوع من التأثيرات الخارجية وإنما كان هناك خلال فني أدى إلى هذا الانفجار مع درافة بقية المعلومات وبقية وكاميرات التصوير وكل المخرجات خرجت اللجنة بتقرير مفصل فيه العديد من الوصايا ستعرض أمام السيد رئيس الوزراء حتى يبت بيها من ضمن هذه التوصيات ستكون توصيات بخصوص حالات مماثلة لعجلات تحمل الوقود بس منها ما يتعلق بالمؤسسات المعنية بمراقبة هذه العجلات والقسم الآخر بمراقبة القراجات ومحلات الوقوف بالنسبة للعجلات يمنع من أن نواصل حديثنا مثل هكذا عجلات تسبب أدى أو أضرار في المناطق السكنية لذلك سيمنع دخولها إلى المدن سيادة اللواء حسب ما ذكرت أنت أنه صارت أكوليجنة وحققنا بالموضوع أنه هو الحادث فني عرضي وليس أرهابي هذه هي نقطة أنه من خلالها نقول للناس أن هذا الحادث مو أرهابي والوضع اللي بغداد أمان والوضع مستثب وتحت السيطرة ولكن عدكم لحد الآن العدد الكلي للوفيات العدد الكلي لحالات الجرحة اللي من خلالها راحوا للمستشفيات نريد نعرف العدد نريد نعرف إشقد ناس توفى وإشقد ناس حاليا هم يرقدون بالمستشفى نعم الحادث عدد الشهداء عشرة وعدد الجرحة عشرة هذا العدد لحد الآن عشرين حالة عشرة شهداء وعشرة جرحة نعم سيادة اللواء هل الحادث اللي صار الصهريج حسب ما قيل من قبل بعض الشهود شهود العيان أنه هو كان في الجانب الآخر من سريع القناة وأثناء حدوث الانفجار عبر هاي المسافة كلها ودخل على الساحة ودخل على أحد المنازل هل هذا الكلام صحيح؟ نعم هو طبعا الانفجار كان ذو شدة بحيث أنه أثناء الانفجار انتشرت القطع المعدنية من الخزان إضافة إلى القطع الآلية نفسها تسم من الأجزاء كانت تقيلة جدا وشهدت وأثر عليها في مناطق بعيدة عن منطقة الانفجار مما يعني يعطي يعني وصف لشدة الانفجار وانفجار كبير جدا والأمر اللي يتسبب يعني كثرة الوفيات عشر أشخاص وعشرة من الجرح بالمستقبل راح تخلون أكو رقابة على الصهاريج بالبداية أبس أبدأ أعرف وشنو كان حمولة الصهاريج هل هو غاز حسب ما ذكر لو مادة أخرى؟ لا لا هو غاز غاز سي أو تو زين ويعني يستخدم في مجالات صناعية زين وكان الناقل يعني هي شركة تنقل هذا المنتج إلى المكان التصوير وهو الصهاريج كان آقو في القراج العجلة بقيت في هذا المكان من ثلاثة إلى أربعة أيام وبشكل مخالص طبعا هو بالتأكيد يجب أن تكون هناك ضوابط عنية خاصة في منح الإجازات لمثل هكذا نوع من العجلات يعني بأن كل العجلات الوقود اللي تنقل الوقود هي تحمل شهادات هذه الشهادات مؤسسة مقبل وزارة النفط هي اللي تفحص هذه العجلات وبالتالي تعطيها الإجازة المخصصة يفترض أن يكون تجديد أولا من هذه الناحية والناحية الأخرى الأماكن وقوف العجلات يجب أن تراقب ويجب أن تفسد فيها ضوابط بعدم استماح بمبيت أو دخول مثل هكذا نوع من العجلات وسط المناطق السكنية أي حالة لا سامح الله تؤدي إلى ضرر كبير في المناطق السكنية المحيطة أعتقد واحدة من التوصيات هي عدم استماح مستقبلا بهيواء مثل هكذا نوع من العجلات صاحب الصهريج حسب ما ذكر بوسائل الإعلام أنه هو في قبضة وزارة الداخلية هل هو فعلا موجود بوزارة الداخلية وأيضا يجري التحقيق معاه لو لحد الآن ماكو إلى أي وجود؟ ما صاحب هذا كلامك؟ حسب ما ذكر في بعض وسائل الإعلام أنه صاحب الصهريج موجود في وزارة الداخلية متحفظين عليه هل هذا الكلام حقيقي أم لم نجد أي صاحب لهذا الصهريج لحد الآن؟ لا 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 صاحب الصهريج موجود وفي خينها تم التحقيق معاه وهو موجود الآن في وزارة الداخلية والموضوع هو أصبح موضوع قضائي بأتبار هناك قد يكون هناك ضرر يعني الضرر أدى إلى التسخف في هذا الكم الغائل وإن كان حادث أراضي وليس جناي لكن هذا لا يمنع من أن يكون هناك مقفر أو يكون هناك مطالبات للتعويض من قبل ذوي المجني عليهم زين أخيرا ما هي الرسالة التي يحب أن يوصلها اللواء خالد المحنة بخصوص هذه المواضيع والصهريج والغاز المحملة التي تقف في المناطق السكنية؟ هو الحقيقة للأسف للأسف بشكل عام بشكل عام جميعنا طبعا جميعنا مواطنين لا نتزم بأدنى مقومات السلامة والأمان يعني نشوف المعامل ما بها لحد الأدنى من إجراءات السلامة والوقاية ونسمع يوميا عن حريق كبير في معمل في بيت في قضية معينة نسمع كثير من الحوادث حتى بالنسبة لأهل العجلات الكبيرة لا توجد وكاية أخصص شيء الآن عجلاتنا الصغيرة يفترض أن يكون في كل عجلة مطفئة حريق يفترض أن يكون مثلت وهكذا يعني هناك نواحي هذه العلبة الخاصة بالإسحافات الأولية وقفها للأسف يعني إحنا المفروض يكون هناك وعي ما ممكن يعني فقط أجهزة الشرطة هي من تقوم بفرض هذه التعليمات المطمئة يجب أن يكون هناك ثقافة وتوعية عند جميع المواطنين حتى نقدر الحد أو نقلل من الأحداث المؤسفة اللي يصير اللواء خالد المحنى المتحدث الرسمي بأزم مزارة الداخلية شكرا جزيلا إلك كنت ضيف عبر الهاتف لتطلعنا على آخر المستجدات حول الحادث اللي حصل في منطقة البنوك طبعا مشاهدين كرام مثل ما سمعتوا الحادث كان عرضي فني وليس عمل أرهابي جنائي واللي الأهم بالموضوع أنه عرفنا العدد الوفيات وعدد الجرحة عشر شهداء وعشرة جرحة لغاية الآن نتمنى السلامة لكل الجرحة ونتمنى أنه يرجعون الأهلهم سالمين غانمين وأيضا الله يرحم كل إنسان وأيضا الله يلهم دويهم الصبر والسلوان على هاي الفاجعة الكبيرة اللي حتفت في منطقة البنوك هاي رسالة أتمنى أنه التحقيق يطلع بشكل سريع ونشوف المقصر الحقيقي صاحب الصهريج أو الشركة ليش تطبقون بهاي المناطق المخصصة المناطق السكنية مقابيل البنوك أكو مناطق سكنية يعني تصوروا من شدة الانفجار عابر الصهريج من هذا المكان اللي يواقف بي بالقراج عابر ما يقارب 800 إلى 1000 متر إلى المكان المقابيل يعني أنتو كلكم سكان بغداد أو حتى سكان المحافظات الباقي مارين من سريع قناة الجيش شايفين المسافة الكبيرة اللي تربط الذهاب بالإياب والعكس الصحيح أكو مسافة ما يقارب 800 إلى 1000 متر عفواً متر 800 إلى 1000 متر كل هاي المسافة عابر الصهريج ورايح مدمر الساحة ما يكرة القدم اللي بيها شباب يلعبون كرة قدم وأيضاً مدمر المنازل ومدمر أيضاً سيارات أخرى وشاحنات أخرى يا شركاتنا يا سواقنا العزاء أنت من محمل غاز وهذا الغاز خطر ممكن يعرض حياة المواطنين للخطر ما يصير تطبق بنص بغداد بنص البيوت أكو أماكن مخصصة تطبق بيها خارج بغداد على الأطراف أكو قراجات شبيرة وساحات شبيرة حتى إذا صار انفجار لا سامح الله ما يأذي الناس أنا أدري حتى أكو 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 وقت للمرور ما للصهريج أكو وقت محدد مو أثناء العمل الرسمي أو أثناء بعدها الناس قاعدة تروح وترجع وتجي فهاي رسالة يعني أستاني والله ما أعرفش أقول هسا هذا اللي صاحب الصهريج أحط نفسي بموقفه بمكان هسا شي سوي كاتل لعشر نفرات وجارح له عشر نفرات ومدمر له الساحة وبيته وسيارات أخرى يعني هسا والله ما أعرف موضوع صعب جدا قل نشوف التعليقات أيضا شنو كانت حول الحادث ومثل ما قلت نتمنى السلامة لكل الجرحة والله يرحم الشهداء حسيني يقول في الدول المتقدمة لا يجوز دخول الصهريج لا يجوز دخول صهريج الغاز والبانزينو وما شابه إلى المدن إلا في الأوقات التالية آخر دخول قبل صلاة الفجر وأول دخول الساعة الثانية ليلا أكيد هذا الشيء هم معمول به المفروض ما يدخلون أبو محمود يقول العراق وشعبه من كارثة إلى كارثة ومن مصيبة إلى مصيبة هل هذا قدرك الأبدي أم للفرج ما كان النبع الصافي لطفك يا رحمن بالعراقيين ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم كنا لنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو كن لنا أبو رامي يقول ليش ماكو كاميرات مراقبة تطلع تصوير الانفجار حسب ما ذكر المتحدث في اسم مزارة الداخلية أكو كاميرات مراقبة وشافوا من خلالها الانفجار حادث الانفجار عادل يقول بردا وسلاما لابد أن يضع قانون للسيارات الحمل داخل المدن وإن تبتعد من المدن وعلى المرور أن يجعل قانون لهؤلاء المخالفين لأنها تشكل خطر على المواطنين وبالأذية تكون على المواطنين داخل المدن والأزقة فلابد أن يضع قانون صارم لهؤلاء المخالفين طبعا هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوعنا الأول اللي هو موضوع انفجار الصهريج في منطقة البنوك اللي حصد أرواح الناس وهي هاي لحنا البعض العراقيين هذا اللي احنا تعودنا عليه هذا اللي احنا دبنا نشوفه يوميا ناس مرضى راحت لبناية وقعت فيهم البناية انهدمت بسبب صاحب البناية والتصميم الهندسي ناس يلعبون كرة القدم شباب وبيت قاعد بأمان الله ينفجر الصهريج من هذا السعيدي عبر لهذا السعيدي يكتلهم معرف إلى متى احنا نبقى بهذا الجهل إلى متى احنا نبقى بهذا بهاي اللامبالات أكو حياة ناس تعرض للخطر حياة الناس صارت لعبة محد المهم الشركات والمهم السواق أنهم والله يشتغلونه لا هذا حرام هذا الشي حرام أنت اليوم دخل رزق العائلتك والأهلك وهو حرام ما يصر يا ناس يا عالم العراقيين جايحون يومية بشتة الطرق يوم يوم بناية مثل ما قلت يوم صهريج يوم حادث يوم ملينا من قد ما نشوف هاي المواضيع فأتمنى من وزارة الداخلية تستعجل بالتحقيق ويحاسب كل من مقصر أبو القراج اللي يمسوي قراج بهذا المكان أبو الصهريج اللي جاي بالصهريج وطابقه هنا الشركة اللي جابت الغاز وخلته كل هاي الأطراف لازم تتحاسب وتعوضون دو الشهداء والجرحة بالليصار هاي لو بغير مكان بغير بلد الشركة صاحبة الصهريج أو صاحبة المادة اللي انفجرت والله تخسر خسارة فادحة تعوض الناس هي اللي طيبهم هي اللي طلحهم يتعالجون هي اللي تنطيهم تعويضات على اليصار بس ولا هو شي في بعد التعويض هو بعد الناس راحت وناس النار الله والنار يراجعون هذا كان موضوعنا الأول بخصوص حادثة الصهريج اللي انفجر في منطقة البنوك على جانب سريع الجيش سريع قناة الجيش اللي هو في بغداد موضوعنا الثاني في هذه الفقرات أنا بالفترة الأخيرة قررت أنه يكون للجانب التعليمي والجانب الدراسي شيء مهم ومو فقرة وإنما أركز دائما على موضوع التعليم التعليم اللي هو أساس لبناء شباب للمستقبل أساس لبناء سياسيين للمستقبل التعليم شيء مهم جدا هاي الصورة اللي ظاهرة أمامكم أنا أول ما شفتها عبالي هاي الصورة اللي آثار قديمة السومريين بابل عبالي هي شيء يعني أنا ما عبالي هاي الصورة بالنهاية رح تطلع مدرسة زين وين وبأي وقت الفين واثنين وعشرين هاي الصورة اللي أمامكم هي مدرسة طينية لا هي آثار قديمة ولا هي بقايا لمنزل قديم في في القرون اللي مضت هاي الصورة لمدرسة لذلك أنا قررت أشدد على موضوع التعليم ودائما ما نشدد ونحاسب الناس مركز حقوقي مركز حقوقي سوى حصائية وعد حصائية مية وخمسطعش مدرسة طينية في فيقار فيقار هاي المحافظة اللي تنطي شهداء والضحي لأجل البلد فيقار هاي الشباب اللي تروح أرواحها بسبيل بقاء الوطن سالم ذيقار هاي المحافظة الجنوبية اللي ما بها أبسط مقاومات الحياة مية وخمسطعش مدرسة على هاي الشاكلة من طين أنا أتذكر نواب أول ما صاروا من ذيقار وراح نسوي ونهتم بالتعليم وين التعليم نهتم يتي مجلس المحافظة المحافظ تدري أكو مية وفمسطعش مدرسة من طين احنا شون راح نخلق جيل واعي من الشباب وهاي مدارسهم عبارة عن طين إذا أنتم تقصدين تخلوها من طين حتى بالصيف بارده وبالشيء تدافية قلونا حتى نفتهم لأن مستحيل يصير هذا الشيء في 2022 طب بن على 23 وكيس العالم يجب صافنا بقطر صار صافنا كيس العالم وهاي مدارسنا من طين واحد يقول لي هسا شون رابط كيس العالم رابط كيس العالم أنه خلال سنوات بسيطة من بنت 9 إلى 10 ملاعب وجابوا باخرات وجابوا فناء وكل شي سووا وده بسيطة على مد بطولة رياضية بطولة رياضية لكرة القدم بينما التعليم الأهم والأساس لبناء ونواة المجتمع هكذا يكون في ذيقاء بالناصرية هاي المحافظة اللي تضحي وتنطي شهداء واللي دائما ما تكون هي سباقة لعمل الخير بالكرام والضيافة وأصل الحضارة هاي مدارس هاي طين زين وإحنا نطالب جيل ولازم يطلع يطلع من هاي المدارس الطينية خلنشوف الخبر وتفاصيله وماذا كانت تعليقات الناس مركز حقوقي وجود 115 مدرسة طينية في ذيقاء هاي هذا الكلام اللي يحرق القلب هذا الكلام اللي اللي يقهر هذا حال المدارس مثل ما تشوفون لا شوف شوف المفارقة شوف الذواق شوف هذا الذواق المدرسة منطين وشوف الباب جايب لهم هذا الباب اللي اللي سعره 100 دولار باب ما عرف للحمام لو ألمن هذا هذا اللي سعره 100 دولار مدر 150 ألف زين تسوي لهم باب بعد علي من علي من بعد إذا هي منطين خلي خلي الباب ما الحمام برده خلي بعد علي من تم كلف نفسك من هذا جاي بباب شوف شوف للساحة ما المدرسة الساحة ما المدرسة اللي درسون بيها إحنا تلنا على صبة ونظيفة وهذا وما راضين ما راضين شنو صبة لأن تلنا ننعب عليها طوبة ونتعور هذا خطية هنا شنو شي صير هذا ذا مطرة الدنيا شي صير ذا مطرة الدنيا شون يدخل الصفة والصفة عبارة عن شنو طين وبلوك هاي الناصرية نشوف التعليقات ماذا كانت مرتضى يقول ذيقارة أكثر محافظة قدمت شهداء للعراق وأقل محافظة حصلت اهتمام من الحكومة وين صندوق أعمار ذيقار اللي أكثر من مليار دولار قدمت لهم قدمت لهم صندوق أعمار ذيقار أنا سامع بعض الشيء بس صدق وينه وينه صندوق أعمار ذيقار ماذا ستعملون بذيقار فوزات فهد تقول أتذكر نواب امتداد وعدوا إن لم يستطيعوا منع امتيازات البرلمانيين سيتسلمون المبالغ لتقديم خدمات للمحافظات اللي ينتمون إليها ومنها بناء مدارس مو لؤاني متوهمة وغلطانة خليهم بس يتعاركون بالجلسة مجلس النواب يتعاركون وهاي المدارس مالتهم من طين قررت عينكم قررت عين النواب مجلس المحافظة المحافظة قررت عينكم أي الشباب اللي بالمحافظة هذا وضعهم يدرس بمنطقة طينية والأطفال حسيني يقول ذيقار أكثر محافظة قدمت شهداء للعراق وأقل محافظة حصلت اهتمام من الحكومة أيضا علي يقول الحكومة تتعامل ويا ذيقار على أنهم سومريين يحبون البنايات الطينية إلا هي ماكو 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 غير تفسير له إلا هي شي أي تفسير ثاني ماكو ماعتقد جابر أو جبار ولو جبار موجسين كتب يقول صوج حكومة ذيقار هم المسؤولين أمام الله ومدير التربية نايم ليش ما يطالب بحقوق محافظته شوف كردستان تاخد حقوقها من الجنوب لا تظلون نايمين وقعدوا في المسؤولية كبيرة جدا ذيقار المحافظة اللي أنطت أكثر شهداء منتظر يقول وللعلم ذيقار الوحيدة اللي توصلها موازنة حتى إذا ماكو موازنة وهو صندوق الإعمار وإذا أجدت الموازنة العامة تصير عدها موازنتين الموازنة العامة وصندوق الإعمار بس شغل الصندوق ما خله رصيف ما صبغة إيه وإحنا هاي شاطرين بيها نسوي نصبغ رصيف نسوي تمثال ما النحلة ما عرف وين هو هاي شاطرين بيها تمثال ما النحلة نسوي أوه نصرف عليه هواي صرف عليه هواي تمثال ما النحلة رسالة إلى محافظ ذيقار وإلى مجلس المحافظة وإلى تربية الذيقار وإلى وزاة التربية تقبل ابنك يدرس بمدرسة من طين إذا تقبل رحمه الله والديك تعامل أولادك مثل ما يتعاملون الناس إذا ما تقبل وولدك يدرسون بمدارس أهلية ومدارس زينة وتقبل على الناس هيتي فوالله كل فلس تستلمه هو حرام هذا كان موضوعنا الثاني في فقرة فيس تو فيس موضوعنا الثالث والأخير في هذه الفقرة الشمس الشمس كان لها دور شبير جدا هذا الصيف الشمس من تطلع على الناس تذقى البطنها أو غير تنزل بالجزيرة تجيب معرفة شون ما رح من بالي هذا الشعر الشعر لكاظم إسماعيلي القاطع الله يرحمه هذه الصورة للشمس يقال إنها صورة للشمس وهي تبتسم هكذا نشرت وكالة ناس الفضائية عبر الأقمار الصناعية الصورة للشمس وهي تبتسم علي من تبتسم بعد ما موعتنا بالصيف سيقاتنا سلك سوتنا سوتنا ما أدري شو ينظر عبا لك يعني مو نار لا مو مو نار 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 هيكي الشمس كانت صافنا هيكي يعني عبالك نار ومشغلها يمنى تبتسم علي من الشمس أروعي تفتهم زين شوية وكالة ناسة تقول الشمس تبتسم وأنا أشوفها منظر يعني مرعب هذا القناع الذكر كان يطلع لي بنانو صغير من نار يريد أقوم أروح للحمام بالليلة أخاف شان يتخيل لي هذا المنظر هذا المنظر شان يتخيل لي شان تخاف منه ما أقوم الناس تقول تبتسم تبتسم علي من على الحرقة الحرقة نبيها والله ما أعرف فنشوف تفاصيل الموضوع وتعليقات الناس أيضا ناس تلتقط صورة للشمس وهي تبتسم من خلال ثلاثة تقوب تاجية وهذه الثقوب زين أكو شاء الله بقيت بس ثاني لو أنتم متحسون الخشم كبير ما أعرف فنشوف تعليقات الناس ماذا كانت بخصوص هذا الموضوع آية تقول الله يستر من هاي الضحكة جان هادة تقول لن صبروا لي أصمتكم صمت بالصيف سيف يقول تبحك علينا وتحرق بينا خصوصا العراق إن شاء الله ابتسامت خير أما حيدر يقول الحمد لله طلعت الشمس خشمها شبير عبالدة الثاني لا تطمئن أحمد يقول تشنها ليت أخو شنها ليت أخو ليت أخو أحمد أحمد الجدياوي أي هو الجدياوي ليت أحمد يعني صنف عليك بالتعليقات يسخر منك لازم تشوف ضروري أحمد يقول قصير وفقرة الترند تيوب خليكم ويانا حد يروح بعيدا عياكم الله مجددا مشاهدين الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية وهذه الحركة الجديدة التي يستخدمها الأطفال في الشوارع للتعاطف مع الناس وأخ أو كسب المال طريقة مبتكرة يستخدمها بعض المتسولين خلي نشوف الفيديو ونسولف وراها لاحظ طريقة اللي سواها شوف الطريقة ما عرف ش يسميها بس شوف شاف الناس وقع الصينية على أساس هم وقعها وظلي تمسكن لو يقولهم أنتوا السبب على مودي يأخذ الفلوس هذا الفيديو انتشار بصورة كبيرة جدا الفيديو من الموصل من الموصل شوف لي الطريقة رح نعيد الفيديو وياكم أكثر من مرة وشوف شوف الحالة باوع شاف هو لقطهم ورا رح يندار شوف ملتهين جاي سولفون باوع السوى وقعها عصلا الرجال وخريدة بس هو وقعها انتسب هاي طريقة جديدة للتسول انت من تكبر ش تصير برلماني سياسي تصير من تكبر اذا انت بهذا العمر وهذا تفكيرك عم شنو هاي ويا من راضع ما ابليس ما يسوي هاي الحركة شوف شوف هاي شنو هاي شنو هاي الطريقة طبعا هاي تتكرر دائما بالتقاطعات وبالشوارع شوف كسب التعاطف ما يهدهم اللي ينطوا فلوسهم ما اعرف شو هاي الطريقة جديدة طريقة مفتكرة هذا يصير بالمستقبل السياسي خلنشوف التعليقات ماذا كانت حسين بعد احداث داعش الموصل اغلب الاطفال الجانب الايمن تارسين الشوارع بكل مكان كلاوشية طريقة تصرفاتهم ما توحي محتاجين ابدا حيدر هذا من يكبر يصير نائب بالبرلمان من هستخبير يفعلا هو من هستخبير يجب أن يصير نائب بالبرلمان على هاي الحركة اللي يسواها فهمي يقول قبل الناس بالحصار تموت من الجوع وما حدي مديدة من جدت منظمات المجتمع المدني هي علمت الناس على التسول منظمات المجتمع المدني هاي المنظمات اللي أنا واحد من الناس ما مقتنع بيها صدق علمت الناس على التسول أحمد يقول هاي حالة دا تتكرر عندنا بالموصل قبل فترة كنت جالس في منطقة الغابات وصار قدامي هذا منظر أو هذا هذا منظر هذا المنظر هذا تكتب هذا هذا المنظر وما قبل يروح إلا خذ فلوس من الرجال زهرة البنفسج شيء محزن معلأسف نلاحظ هذه الحالات وخاصة في التقاطعات وأصبحت كثيرة ومنها نلاحظ في قسم من السيطرات صور أخوكم عند عجز كيلوي أو يحرق سيارة قديمة أو امسح الجامات أو وسط الجسور وكثيرة كثيرة ونحن ليس مع قطع المعروف والخير ولكن هذه مجموعات يجب متابعتها وملاحظتها من قبل الجميع بسببهم رح ينقطع سبيل المعروف معلأسف والله وانقطع سبيل المعروف وراح يزارة المنفسج انقطع سبيل المعروف هذا كان أول فيديو عندنا بفقرة ترينج تيوب الفيديو الثاني من يحمل من يحمل هموم الدنيا ويركن سيارته أو سيارته ويجي للبحيرة أو للنهار يفرغ همومه فوق الهموم اللي شايلها هو هي كيف رح يصر به والله خطيئة شايل هموم الدنيا هذا صيني بس أنا يقول برس عراقي عرق عراقي لأن هذا الشيء بس سويانا شايل هموم الدنيا كلها هامة كالبة فوق رأسي وجا قاعد يفرغ همومه ببالبوحيرة سيارته من واحدها راحت شوف شون التافت هاي فوق وقعت بالنهار خطيئة قام صفو الميدر بالنهار شنو هذا الفيديو انتشر بصورة كبيرة جدا الفيديو في الصين والله ما حسك صيني يا لخو أحسك واحد مرة بوعنا أحسك عراقي لأن هاي السوالف ما تصير بس عدنا شي ورى شي شي ورى شي خلنشوف التعليقات ماذا كانت بخصوص هذا الفيديو يقول أو تقول يقول علي أتوقع مو صيني عراقي وإحنا هن نتوقع عراقي أوسي يقول والله يا صديقي هي من تلتم تلتم تجيك الهموم على شكل بكج منوع من الهموم شي بالمال شي بالأصدقاء شي بالصحة شي بالأهل داليا تقول لو ما صيني كان قيلت هذا ابن عمي نفس الجينات إنج مصطفى مهندس مصطفى يقول الدنيا من تمشي عكس وياك يلعب بيك طوبة سبعة أكس تسعة أندرسكول صفر والله يوزر عد حلو هذا الوزر سبن أكس ناين أندرسكول زيرو يقول شين هاي فيلم هندي أوصيني سيارة وفتر الاستيار هي ما الكاكاو كاكاو شنو الكاكاو داخل بالموضوع شنو أنت يوزرك أنت يوزرك مو حلو ترى الله شاهد أقول لك يا بالمباشر أنت بو سبعة أكس تسعة يعني مو حلو والكاكاو أبد ما تنكتب هيش كوكو هاي مكتوب كوكو كوكو هيش مكتوب كاكاو كاكاو هيش تنكتب ويوزرك مو حلو أنا بلغك حبيت أبلغك بالموضوع يوزرك مو حلو أيضاً عندنا فيديو آخر من الجانب الآخر من اليابان أنا بحياتي ما شايفيش عركة سايلن تدو بنص المترو ولا حديدة عركة عصامت شوفوها أقول شي صار بالعركة هندستان هوى بس هاي مصير عليه بالأخير إحنا إحنا أهل الكوسترات من واحد يسلم على الثاني قبال المستشفى يسلم عليه بالهورن طرط 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 هاي السلام مالتنا هيشي قبال المستشفى بمنطقة سكنية ماكو واحد يسلم على الثاني رايح جاي طرط طرط هورن بوش هذول العركة مات مع الصامت تحضر وضرب بوكسات وجيب وودي وشلاليق سايلن وماحد يدخل ماحد يدخل ليش عود ليش عم إحنا صديقها الغيرة إحنا الفازوع بالعركة يشتروش راية اللي يفزع ماكو أدكم تشتروش راية أنتو لأن إحنا ما شاء الله يقول له هيت عركة بالمترو عشرة يتشلبونه بواحد خمسطعش يتشلبون بالثاني لا أخو يا ده ما تصروا والله ما تصيروا هذا هذولة طابعة على الصامت هاي يتعاركون دولة هذول مخل وضعية الملاكمة ويضربوا هاي هم على الصامت شين هاي عم عركة يش هاي سايلن ليش سايلن عكو شي بلا هذا عكو شي اسمه شغل الشي اسمه الهذا الوضع العام شغل أحسن من الصامت خليشوف التعليقات ماذا كانت بخصوص عركة اليابان والله عركة حلوة زين ليش ما حد يدخل هو أنا هم سألت ليش ما حد يدخل ما حد يعرف حتى عركاتهم نظامية ايه نظامية عركاتهم نظامية مااخذ وضع الاستعداد يقاتل وبدو آخر شي بلا صار عليه عون دروس تاوى هاوى مدرج قال لي هاوى ممكن قال لي هاوى لك براه روغة واحد يقطع الثاني كل واحد شنه هاي عركاتكم تعليق من حتى عركتهم ما بيها عركتهم ما بيها هيبة عركة تسد النفس إذا مصياح وشتيمة وقميص مشقوق ما تمشي صحيح حتى عركتهم تسوي لكواهز تباوع عليهم تلقى الشيطان مخلي إيده على خدة ويقول واو كيوت هذا كان آخر تعليق بخصوص الفيديو اللي ظهر عركة اليابان مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة قلتكم فيما الله